بداية نعرف كيف بدأت المبادرة وكيف أتت فكرتها فكرة المبادرة بدأت عندما كان هناك معرض لاستعراض كيفية تحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي وكان حاضر هذا المعرض فخامة السيد الرئيس الجمهورية وجد السيد الرئيس الجمهورية أن هناك فرصة أن المواطن المصري يتمتع بالحصول على سيارة جديدة تعمل بنظام الوقود المزدوج أي البنزين والغاز الطبيعي بديلة عن سيارته المتقدمة ولذلك كانت فكرة المبادرة من هذا الأمر وبالفعل تم الإعلان عن المبادرة بالتحديد 4 يناير 2021 وتم وضع المبادرة عبر موقع إلكتروني خصص للمشاركة للمواطنين هذا الموقع يسمى باللغة الإنجليزية جو جرين مصر ولكن المواطن يستطيع أن يكتب باللغة العربية الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئيسية للإحلال هيظهر له نفس الموقع وبالتالي يستطيع المشاركة عبر التسجيل على هذا الموقع بنقول أن المواطن يستطيع المشاركة في المبادرة لابد أن يكون يتمتع ببعض الشروط المطلوبة منها أولا أن يكون يمتلك سيارة قديمة مرة على تاريخ صنعها 20 سنة فأكثر ثانيا في حالة السيارات الملاكة لابد أن يكون السيارة مرة على تاريخ ملكيتها للمواطن سنتين على الأقل بنقول أن هذا الشرط هو شرط تنظيمي بالدرجة الأولى وأيضا لمواجهة أي مستغلين للمبادرة خارج حدود المواطن مالك السيارة وبالتالي المواطن عبر هذان الشرطين يستطيع المشاركة على الموقع الإلكتروني من خلال وضع بيانات السيارة القديمة ووضع بياناته الشخصية من المتاحة عبر الرقم القومي وبيتظهر له في اللحظة رسالة تقول لها أن بياناتك صحية وتستطيع المشاركة بعد ذلك بيتجه إلى خانة أو إجراء اختيار السيارة الجديدة عبر الشركات المشاركة وبنقول بالشيء يذكر أن الشركات المشاركة هي شركات مصرية ولكنها تحمل مركات أو علامات تجارية عالمية وهي من المركات الغالبية تستخدامها في الشارع المصري هذه الشركات حوالي خمس شركات بتتيح حوالي 11 مركة من السيارات ما بين الملاكي والأجرى بنوعية التاكسي والميكروباس هذه المركات بتتيح حوالي 25 طراز منها يستطيع المواطن الاختيار ما بينها حسب قدراته أولا المالية وحسب ما يتطفق مع مقوماته الحياتية خاصة الذين يمتهنون مهنة القيادة مثل سائق التاكسي والميكروباس بعد ذلك المبادرة بتتيح بعض التيسيرات والمميزات والدعم من أهمها أن المواطن بيجد داخل المبادرة أن السيارة الجديدة اللي بيحصل عليها مخفضت السمن عن مسيلتها في السوق خارج المبادرة ثانيا المبادرة بتتيح للمواطن وسيقتي تأمين أحدهم على السيارة والأخرى على المواطن نفسه هذه الوسائق أيضا مخفضت السمن حوالي 50% عن أسعارها في السوق خارج المبادرة بالإضافة لأن الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي بيشارك في المبادرة بحوالي 31 بنك هذه البنوك بتتيح للمواطن قرد سداد كامل سمن السيارة نيابة عنه إلى شركة السيارات مباشرة أي أن المواطن لا يتحمل أعباء سداد أي مقدمات أيضا أن المواطن لا يتحمل أعباء وجود ضامن له لأن المواطن في المبادرة هو ضامن نفسه بعد ذلك هذا القرد المواطن بيحصل عليه مسدد بالكامل للشركة كما ذكرنا عبر فائدة مخفضة جدا قدرها 3% وهي فائدة أيضا سابتة وموزعة لعدد الأقصاد ونذكر أن الأقصاد في المبادرة بتتراوح إما 7 سنوات أو 10 سنوات حسب اختيار المواطن وحسب قدراته المالية المبادرة أيضا بتتيح للمواطن حافز أخضر هذا الحافز الحكومة بتسدده للمواطن ممثلة في وزارة المالية مباشرة كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركة السيارات هذا الحافز بيحسب في حالة السيارات الملاكة 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه وفي حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه وفي حالة المكروباس 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه بتقوم الوزارة المالية بضخه مباشرة إلى شركة السيارات نيابة عن المواطن هذا بالأضافة لأن المواطن بيتمتع بالحصول على السيارة الجديدة كما ذكرنا بتعمل بنظام الوقود المزدوج أي الغاز الطبيعي والبنزين والمواطن أيضا بيتسلم سيارته مجهزة باستوانة الغاز أي أنه لا يتحمل أعباء تركيب هذه الاستوانة كما يحدث خارج المبادرة نذكر أن شركاء المبادرة العديد من الجهات منهم بعض الوزارات مثل وزارة الدخلية وزارة التجارة والصناعة وزارة البترول وزارة البيئة وزارة التنمية المحلية وزارة التجارة والصناعة بالمشاركة أيضا مع وزارة المالية هذا بالإضافة إلى الجهاز المصرفي ممثل فيه البنك المركزي والبنوك التابعة له أيضا بنقول أن المبادرة بدأت مع بدايتها في 2021 مع سبع محافظات هي القاهرة الجيزة الأليوبية الأسكندرية بورسعيد السويس البحر الأحمر وبنطمن مواطنين أن هناك تكليفات رئاسية بتجهيز باقي المحافظات سواء في الوجه البحري أو الوجه القبلي أو سيناء وعما قريب إن شاء الله سوف يعلن عن بعضها للمشاركة في المبادرة بنطمن برضو مواطنين أن هناك تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة بالنسبة للمواطنين عبر المركبات المختلفة أي أن المبادرة قدر لها في هذه المرحلة التي يطلق عليها المرحلة الأولى ثلاث سنوات ولكن بنطمن أهلينا أن المبادرة إن شاء الله ممتدة إلى ما بعد ذلك وبنقول أن بلغ أعداد المشاركين على الموقع الإلكتروني منذ بدء المبادرة إلى الآن حوالي 37700 طلب حاليا بنتعامل معهم على الموقع الإلكتروني عبر هذه الطلبات تم تخصيص حوالي 17 ألف سيارة جديدة تم تسلمها للمواطنين وأيضا تم ضخ حوالي 365 مليون جنيه حافز أغدر من وزارة المالية لشركات السيارات كمقدم لهذه السيارات نيابة عن المواطن وإن شاء الله المبادرة في طريقها إلى استيعاب العديد من الطلبات عبر مشاركات المحافظات الجديدة بنقول أن بعض المواطنين قد وجدت مع بداية المبادرة أن هناك بعض المعوقات هذه المعوقات تم بالفعل دراستها من إدارة المبادرة وتم حل معظمها كان منها على سبيل المثال أن المواطن بيجد هناك رفض من البنوك نتيجة أن البنك بيقوم بالاستعلام الاقتماني عنه في مكان عمله أو مكان إقامته وكان البعض أو معظمنا بيكون البيانات الموجودة على الرقم القومي واللي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني المبادرة ليست هي البيانات التي يقيم فيها بالفعل نتيجة إما أنه تزوج في مكان آخر أو أنه انتقل من مكان إلى مكان كسكن أو من محافظة إلى محافظة وبالتالي المبادرة حلت هذا الأمر علشان ما يبقاش فيه هناك أعداد مرفوضة أن أتاحت على الموقع الإلكتروني أن المواطن يستطيع أن يرفع مستندات إضافية يشارك بيها تقر مكانه وتقر موقعه وبالتالي البنك بيقوم بعمل الدراسة التمنية من جديد وأيتاحت الموافقة له بنقول أيضا أن هناك بعض المشاكل التي توجهنا حاليا وهي مشاكل عالمية نتيجة أحداث كورونا ونتيجة نقص بعض المكونات في إنتاج السيارات على مستوى العالم وهذا بالفعل قلل من إنتاج السيارات على مستوى العالم وبالتالي تأثرت المبادرة بأعداد الاستلام السيارات الجديدة ولكن بنطمن مواطنين أن الشركات المشاركة في المبادرة بتبزل قصارة جهدها لحل هذا الأمر قريبا إن شاء الله اشتركوا في القناة